نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة النقاشية الثالثة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصيغة السيناريوهات اللازمة لتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023-2024 تنفيذا لتكلفات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونقشت الجلسة الثالثة تحديات تحقيق الأمن الغدائي بحضور ما يزيد عن 20 خبيرا من عدد من الجهات المعنية بالأمن الغدائي في مصر والمزارعين ومنتج التروى الحيوانية والحاصلات الزراعية وخلال الجلسة تم تأكيد على أهمية مواصلة توسع في الزراعات التعاقدية في ظل نجاحها في زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية ومواجهة تفتت الحيازات الزراعية اشتركوا في القناة